يبدأ يوم غد الاثنين سريان تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهير في الأماكن المكشوفة ما بين الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الرابعة عصرا الذي تشرف على تنفيذه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووجه سعارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهير وتعزيز أدوات الحماية اللازمة لوقاية العمال من أمراض الصيف والإصابات المهنية المحتملة ويهدف القرار الذي يستمر تطبيقه حتى نهاية شهر أغسطس المقبل إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية خلال هذه الفترة من العام التي تشهد ارتفاعا في درجة الحرارة ونسب الرطوبة العالية مقارنة بغيرها من شهور فصل الصيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر